وزي محادتكم برضو حتابوا الأخبار السفارة الأمريكية في بيروت توصي رعاياها بمغادرة لبنان فورا فده معناه أن الأمريكان متوقعين أنه يبقى فيه مشاكل في لبنان وهو فيه طبعا منوشات على الحدود بين إسرائيل وحزب الله فالخرجية الأمريكية قالت لمواطنية غادروا لبنان فورا فيه أشياء كثيرة ممكن تحصل في الأيام القادمة يحصل توسع في العمليات يحصل أشياء أخرى هل ممكن حزب الله يبتدي ينفذ تهديداته اللي قالها أنه لو حصل اجتياح بري حيتدخله في الحرب كل دي أسئلة بكرة ممكن نحاول نجاوب عليها ولكن في هذه الظروف مهم جدا وضروري جدا أن احنا نخب بالنا من بلدنا نخب بالنا من أرضنا نهدى نحاول نفكر بالعقل نفهم أن الظروف استثنائية ونفهم أن الظروف صعبة ودايما أن يبع عندك قناعة أن مصر بتقوم بدورها التاريخي والإقليمي وأن مصر لا يمكن تتخلى عن أرضها ولا يمكن تترك أهل غزة لوحدهم وحتفضل دايما سند وحتفضل دايما تمدهم بالمعونات والمواد الإغاثية ربنا معاهم وربنا يكون فعونهم بشكركم شكرا جزيلا وغدا حلقة جديدة من برنامج الحكاية أرجوكم ابقوا معنا شكرا للمشاهدة